موانئ الحاويات العالمية كموقع استراتيجي ولوجستي مهم وباعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب من خلال منافذها البرية والجوية والبحرية كثفت مملكة الوحرين من جهودها لتعزيز موقع ميناء خليفة بن سلمان على خارطة الموانئ عالميا حيث اعتبر مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي 2023 الصادر عن البنك الدولي ميناء خليفة بن سلمان الميناء الأكثر كفاءة في العالم للموانئ الصغيرة هذا التصنيف العالمي المهم أشار أيضا إلى تحقيق الميناء المرتبة الأولى باعتباره الميناء الأكثر تحسنا في دول مجلس التعاون الخليجي كما تم تصنيفه كعاشر أفضل ميناء في غرب ووسط وجنوب آسيا حيث أنه من المتوقع أن يساهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة البحرين كمركز لوجستي إقليمي مزدهر وهذا الموقع اللوجستي حرصت حكومة مملكة البحرين على تعزيزه ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتشكل استراتيجية القطاع اللوجستي التي أتت ضمن خطة التعافي الاقتصادي إحدى المنطلقات التي أدت لمزيد من تطور في تعزيز موقع مملكة البحرين اللوجستي وميناء خليفة بن سلمان أحد المواقع المهمة لمملكة البحرين لوجستيا وبلغة الأرقام يبعد ميناء خليفة بن سلمان 13 كم فقط من مطار البحرين الدولي كما يتيح سهولة الوصول إلى المملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد بمسافة لا تزيد عن 30 كم وبني الميناء على مساحة 110 كتارات من الأراضي المستصلحة ويتضمن رصيفا طوله 1800 متر يشمل محطة للحويات على مساحة 900 متر مربع ويستخدم في الميناء أربع رافعات قنطرية تتمكن من مناولة سفن الحويات ويستخدم في المحطة بعرض 61 مترا إلى جانب مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب الميناء بموقعه الاستراتيجي بمقربة من منطقة البحرين العالمية للاستثمار وهي مكان مثالي للتصنيع والخدمات الصناعية حيث تضم 114 شركة صناعية وشركات خدمات محلية متعددة الجنسيات وتعد منطقة البحرين العالمية للاستثمار المحركة الرئيسية في تطوير اقتصاد البحرين منذ إنشائها وتبلغ نسبة استثمار الشركات الدولية فيها 80% ووفقا لهذه الأرقام والبنية التحتية القريبة تتضح أهمية الميناء لهذه المنطقة ليس فقط في جعل المملكة مركزا لوجستيا مهما للنقل إنما منطلقا للصناعات والتصدير لتواصل مملكة البحرين بذلك جهودها الحثيثة في تعزيز موقعها على خارطة التجارة الدولية